يصارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبقاء في منصبه بينما تتصاعد الأصوات المطالبة باستقالته حتى من داخل حزبه الحاكم وذلك بعد إكراره بحضور حفل أقيم في حضائق داونينغ ستريت حينما كانت تدبير الحج للوقاية من وباء كوفيد مفروضة أظن أن هذا يعكس شيئا من السلوك البريطاني القائم على الإيمان بتصرف النزيه وبأن المعايير المزدوجة غير مقبولة على الإطلاق ولا أن تكون هناك قاعدة لهم وقاعدة أخرى لنا وهذا ما أثار غضب الشعب البريطاني وهو ما قد يشكل ضربة قاضية الآن لبوريس جونسون وأرسل السكرتير الخاص لبوريس جونسون الدعوة إلى الحفلة لنحو مئة شخص وطلب منهم أحضار المشروبات ونظمت هذه الحفلة في فترة قاسية عان خلالها البريطانيون كثيرا من التدابير المفروض للحد من انتشار الوباء وتقدم الرئيس المحافظ البالغ 57 عاما والمثقل بسلسلة فضائح باعتذار الأربعاء أمام البرلمان قائلا أنه كان يعتقد أن الحفلة التي أقيمت في حضائق مقر رئاسة الحكومة في لندن في العشرين من أيار مايو 2020 كانت اجتماعا عمل كان اعتذارا قصرا يبدو مما يمكنني رؤيته أن السيد جونسون انتهك القواعد عندما كنا نحن البقية ملزمين بالامتثال لتلك القواعد وكنا ندفع شخصيا ثمنا لذلك أظن أن تبعات هذا الأمر لا يمكن أن تكون سوى أن يفعل السيد جونسون الشيء الصحيح ويستقيم كذلك اعتذر مكتب جونسون للملكة إليزابيت الثانية بسبب فضيحة حفلات داونينج ستريت عشية جنازة زوجها فيليب فيما كانت البلاد تخضع لتدابير إغلاق